اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاءم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق فيه اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع فيه اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي فيه اشخاص موجودين بتعلموا فيه اشخاص بهمهم المقدمة فيه اشخاص بتسمع المقدمة فيه اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان ارضي الجميع فانت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك انت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك اما انك انت بدك تغير او اغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق انت والله انا شفت فيه ناس كثير اتفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه او اي كلام حطت عليه بدهم الاسلوب هذا انا اتبعه على رأيي الاكثرية انا باخد ماشي عشان نكون متفقين من البداية انت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك اسلوبي وحسيت اني انا دفش او فض بالكلام او كثير كلام او هاد عادي اكتب ليها في تعليق تحت وانا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن اذا فيها شتايم ومسبات وهان لا راح استقبل كلامك باسلوب بليغ في كلامك الكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف ايش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الاسبوع او العشر ايام اللي انا راح احكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على اكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو اربع وعشرين الشهر راح يبدأ من الساعة احدى عشر وسبع دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت خمسة وعشرين سبعة تمام الساعة واحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين سبعة وعشرين الشهر بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة اربعة واحدة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء التسعة وعشرين الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة اربعة ودقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو ساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 11 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت ايرينج خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج الحمل طبعا حركة الكواكب رح تكون اه تقريبا اه متوزعة على كل الابراج اه بالترتيب اه فعنا مثلا الشمس موجود في بيتك الخامس اه اللي هو برج الاسد اه طبعا هاي بتعزز العاطفي بتعطيك حضوض قوة شنس عالية جدا بتخفف من الضغوطات عندك بتعزز الامور اللي لها علاقة بالحمل للي عندهم رغبة للحمل بالفترة هاي او بتعالجوا لامور الحمل الفترة هاي ممتازة جدا برضو بتشجع على امور اللي لها علاقة بالارتباط او بالفرح اجمالا يعني هاي فترة ايجابية بالنسبة لوجود الشمس في الاسد بتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة لعطارد فهو موجود في البيت الرابع فرح يعزز كل الامور اللي لها علاقة بالعقرات او بالبيت او علاقاتك مع العائلة او الترحال من بيت لبيت او شراء بيت او شراء سكن الفترة ايجابية بنشط دماغك بشكل قوي جدا بهاي الامور وعنده قدرة على الاقناع عالية وسرعة بديها لتجاوز اي مصاعب بتحدث بما يتعلق في البيت الرابع اما بالنسبة للبيت الثالث طبعا الزهرة موجودة الزهرة كوكب الحض موجودة بقوة برضو بتساعدك بامور الها علاقة بالترويج او بالسفر او بالتنقلات او بالاتصالات اه ما عندك قدرة على الترويج لاي سلعة او طرح مشروع معين او تواصل مع الاشخاص اللي حواليك مرغوب محبوب اه في حضور الى قوي جدا برضو تعطيك بعض الحضوض او تعطي اشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة او التسويق ما في بصر الكنوع من انواع الاهتمام في امور الا علاقة بالسيارات او بالتليفونات او بالاتصالات تحديدا برضو الاشخاص اللي على مقاعد الدراسة او عندهم امتحانات او بهمهم يطلعوا على موضوع مهعيا او يخرجوا بالنزهة الفترة هاي برضو بتعزز كل هاي الامور وبتعطيكوا طاقة ايجابية عالية جدا اما بالنسبة للمريخ فطبعا المريخ موجود عندكم وهو كوكبكم فعشان هيك بعطيكوا طاقة وحماس واصرار وقدرة على الكلام وانجازات عالية جدا ورغبة بالانتقال من حال لحال بساعدكم للاندفاع بقوة في اي مجال تقدموا عليه بالفترة هاي ولكن من سيئته شغل وحده اللي هي العصبية والحدية بالطباع في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا البيت العاشر لالك هو الجدي والجدي معروف في نبلوتو والمشتري وزحل الثلاث موجودين وبيتراجعوا فعشان هيك بالظل الامور اللي بتتعلق في بيت السمعة والعمل بالمؤسسات الكبيرة هي الاشياء اللي عليها بعض علامات الاستفهام او الخطر فعشان هيك منقولك لا تجازف بسمعتك ما تغامر ما تخاطر ما تدخل بأعمال مشهوهة وبرضو في نفس اللحظة ركز في مكان عملك بشكل جيد ما تدخل بأي مواجهات او مشاحنات مع زملائك او رؤسائك بالعمل وفي نفس اللحظة حاول انك تبادر بالأعمال المشتركة قدر الامكان اما بالنسبة لنبتن نبتن برضو بتراجع في الحوت وهو بيت متعبك فعشان هيك هو بيضغط على بعض المخاوف او حساسية من بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل يعني الشكوك في اشخاص بالعمل بتأمروا عليك او في اشياء الها علاقة بالصحة او تتوهم بعض الامراض او بعض التعب او الارهاقات والاحلام برضو عندك بتكون كثيفة بالفترة هاي وفي منها بيكون كوابيس اما بالنسبة لأورانوس فالموجود في البيت الثاني واللي له علاقة في المال فعشان هيك بيضغط على الوضع المالي بشكل كبير بيعمل تقلبات بالفترة هاي يا ايجابي يا سلبي يعني فترات بتلاقي انه فرص المالية عندك قوية جدا ممكن تحصل منها مكاسب عالية جدا وفترات بيقلي بالعكس وبعطيك اشياء معاكسة اللي هي الخسارة المالية او انك تنغش بمشروع معين او يصير عليك بعض الاحداث اللي ممكن يكون بعضها سلبي فبتكون حذر او بدك تكون حذر من المصاريف لزيادة والاندفاع والتهور في بعض المشاريع بدون دراسة او مراجعة وخصوصا عند اهل الاختصاص اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية طبعا من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود في العذراء فعشان هيك بدك تدير بالك لانه يعني وجوده في البيت السادس لايلك بهذا براكم بعض الاعمال عندك اكثر من المعتاد بتجده صعوبة في انجاز الكثير منه بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول ايجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتواصل او للتوصل الى اتفاق ابحث عن حليف او دعم وتجنب الاساء الى الاصدقاء وخصوصا شركائك حاذر من التراجع الصحي اما بالنسبة من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان فما بشير القمر هنا لامور الى علاقة بالتفاهم او الهدوء او الود ممكن تتعقد الامور ويطرى بعض البلبلة اهم اشي انك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر من الامور اللي الى علاقة بالقطيعة او من امور الى علاقة بالقضايا او الدعاوة القانونية خصمك بهاي الفترة بكون قوي جدا والعرقيل ممكن تستفزك ماشي هاي سلبيات ولكن الايجابيات بتدعم من شراكتك وعلاقتك مع الشركاء وخصوصا شركاء المال او شركاء العاطفي من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر موجود بالعقرب فعشان هيك الفترة هاي بتكون فيها فرص للمكسب مالي مصدر وشراكي او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الامور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الاجواء حاول انك تستشير اشخاص اهل اختصاص وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد او مشروح من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بكون موجود بالقوس ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ابتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بكون عندك نوع من انواع النجاح او حض في حياتك العاطفية والعائلية من ظهر يوم الجمعة بصير القمر موجود بالجدي فعشان هيك بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين فبوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي او يعني ان اشتدت الضغوط حاول انك تبرر على عملك واذهر مهارتك بالفترة هاي ممكن تكون الظروف معقدة شوي وصعبة وانت شوي طباعك من المريخ بيضغطك شوي بيخلي افكارك كمان مشتتي عصبي وبعملك نوع من انواع الغضب والاضطراب هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء